من بين مبادرات التشريعية في إسبانيا نجد نوعين مشروع قانون ومقترحات قانون في هذه الحالة ما حدث في البرلمان الإسباني عندنا اقتراح نص قانوني أو بصفة أدق اقتراح لا يرقى إلى قانون أي غير ملزم للحكومة قيمته سياسية ورمزية تعكس المناقشات المكثفة في الأيام الأخيرة حول قضية الصحراء المغربية في أرواق البرلمان الإسباني هي وسيلة ضغط مقصودة من أحزاب في البرلمان للضغط على سانشيز وطبعا لا يخفى هنا نوايا انتخابية وراء هذه الخطوة من طرف أحزاب كبوديموس واسكيرا ريبوبليكانا ويا تشيبيلدو ذات توجه اليساري المتطرف شيئا ما المثل الاتباع أنه حزب معروف بواقفه غير الودية تجاه المغرب وهو حزب فوكس اليمين المتطرف لم يصوت على هذا الاقتراح بل اكتفى بالامتناع وهذه ضربة غير مباشرة لهذا الاقتراح لأنهم لم يساندوا في التصويت طبعا ملاحظة أنه في بعض المداخلات في جلسة التصويت أن بعض النواب بشكل غير منطقي قالوا أن خطوة شانسيز ستثير عداوة الجزائر مع إسبانيا هناك بعض صحفيين استغربوا من هذه المداخلات لأن طبعا مصلحة إسبانيا لديهم أكبر من حساسيات مع هذه الدولة أو تلك الدولة وخصوصا إذا كانت هذه الدولة هي أصلا لا تعترف بأنها طرف هذا النزع إذن ملاحظة الآن أنه هناك سياسة شد وجذب بين الأحزاب في المرلمة الإسباني لأغراض انتخابية وهذا طبيعي في ضوء الانتخابات المحلية التي ستبدأ عام 2023 والانتخابات الأوروبية ستبدأ عام 2024 هذه من جهة أما الباقي المهم أنه هناك مسألة هذه المسألة مسألة دولة ومصالح وحق تاريخي أكبر من منوشات حزبية